اشتركوا في القناة والمقصود بالآخر هنا الانقلابيون كثيرا ما جلس طرفا الحرب على طاولة المفاوضات في الكويت وفي سويسرا وفي السويد وفي عمان وغيرها من الجلسات السرية والمعلنة لكنهم في كل مرة كانوا يربحون الحوافز وبدلة السفر والإقامة في الفنادق الفارهة ويهملون القضية المتفحص لجولات الحوار في اليمن يدرك أن اليمنين فشلوا في كل حواراتهم وأن كل حوار عادة ما كان يمثل مؤشرا لحرب قادمة والفشل هنا ذاتي مرجعه خلل في العقلية فدوما ما يحاور اليمن على شيء وهو يعد لشيء آخر ذا كما يقوله تاريخ الحوارات وللتاريخ قول آخر فحواه أن الاتفاقات التي وقع اليمنيون عليها دوما ما كانت تصاغ وتفرض من الخارج بدءا باتفاق الجمهوريين والملكيين في سبعينيات القرن الماضي وليس انتهاءا بالمبادرة الخليجية لكن لماذا فشل اليمنيون الآن؟ القول هنا مختلف فالمراد هنا تسوية سياسية من ضمن أهدافها الاعتراف بميليشيا قلبت على الدولة والانتقال الديموقراطي الذي كان يجري في البلاد ذاك أول الفشل وثانيه أن تقرير مصير البلاد لم يعد بيد اليمنين أنفسهم بل جزء منه في طهران والبقية في أبوظبي والرياض والخوف أن يعيد التاريخ نفسه بتسوية تضمن مصالح القوى الإقليمية على حساب اليمنين ومستقبلهم خصوصا وأن من يسوس أمر اليمنين مجموعة من الدماء ووكلاء الحرب